أنا خايف الواد يطلع إيه؟ يكون ماشي مع العيال ملاحدة ليه يا ستي؟ الواد مطور شعره واللي بطوره شعرهم دولة يعني في الغالب واليلات أدب وأخلاقهم مش حلو والعيال بيبوحشين طبعا أنا محتارة أقول لها شعره دوت فوق دماغه فشعره ده بتاعه لكن أنا شايفه وحش بس هو شايف إن الشعر الطويل دوت أنا أقول لكم هو شايف إن الشعر الطويل دوت بيعبر عن إيه؟ بيعبر عن رسالة بيقدمها للناس إن هو شخص مستقل إن هو مش تابع لحد ومش بيهتم قوي برأي الناس فيه ساعات الشعر الطويل بيكون بالتعبير ده وساعات الشعر الطويل بيعبر عن إن هو حر أعمل في نفس إن أنا عايزه على فكرة الشخص اللي شعره طويل دوت اللي أبوه بيقوله ده وحش قوي الولد بيشوفه أطيب خلق الله الولد عمل زي النسمة فأبوه لما يقوله كده هو حاسس إن أبوه ظالم ظالم الولد يعين أو يكون الإبن نفسه حابب يجرب إن هو يطول شعره فيحسسه في البيت إنه قليل للتربية وقليل للرجولة وأنا محد الشعر طويل يكون معي في البيت ده يعني إيه يعني نمشي بشعرك الطويل ده بره البيت هو الولد بيحس كده طاب الله وربناهم على قيمة الجمال نعلمه إن الله جميل ونحبه الجمال ونعوده من يشوفه الجمال في كل إنسان وكل شيء فشوية شوية يبقى عندهم حس إن هم يختاروا اللي فيه جمال وحسن بدل من نوصمهم ونخليهم دايما نحسين إنهم وهم راحين وهم وجايين لازم يستخبوا أنا أعمل إيه في ولد لو جي قال لنا طب محاضة النبي صلى الله عليه وسلم كانت هويد الشعر بتبقى محرجة أوي بس هتقوله إيه ما كانش بالطريقة دي صح إنتوا الاتنين ممكن تصلوا من منطقة وسط لما تقوله إن رسول الله قال من كان الله شعر فليكرمه تعال اتفق أنا وإنت على إن إحنا على إن إحنا لازم نكرم شعرنا ما ندخلش بقى في إيه إنت وحش لا إنت حلو لا أنا حلو وحر لا ما بلاش الخناءة دي خلينا اتفق على القيمة الجمال خليك جميل وأنا ما عنديش مشكلة اعمل اللي إنت عايزه بس خليك جميل